هذا وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المصوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر ليوم الثاني عشر من جوان المقبل حسب المادة الأولى من هذا المصوم الرئاسي هذا وتنص المادة الثانية منه أنه يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم السادس عشر مارس الفين وواحد وعشرين وتختتم يوم الثالث والعشرين مارس الفين وواحد وعشرين كما صدر في الجريدة الرسمية ليوم العاشر مارس الجارية القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات